السلام عليكم ورحمة الله انتبه أخي الحبيب معجزة في سورة الفيل الفيل ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسال عليهم طرن أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكل دعوني أعد السورة كاملة كما نقرأها من بسم الله الرحمن الرحيم انظر معي كم كلمة ركب الله هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم واحد اتنين ثلاثة أربعة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل والواو هنا نعدها كلمة أرسل من طعش عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم دقيق معي كعصف 27 مأكل 28 إذن هذه السورة تتألف من 28 كلمة كم عدد كروموزومات الفيل عدد كروموزومات الفيل هو كم 28 سبحان الله يعني انظر معي الله الذي خلق الفيل هو ركبه من 28 زوج من الكروموزومات إذن زوج 28 زوج وعندما أنزل سورة الفيل ركبها كما نرى كاملة مع البسملة من 28 كلمة بالله عليكم هل هذه مصادفة أم إعجاز يشهد بصدق القرآن فالحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله سنكتشف اليوم معجزة مبهرة في كروموزومات الجمل كلمة الجمل ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن في هذا الموضع في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نيز المجرمين هذه الكلمة هل وضعت عبثا أم أن الله وضعها بشكل يتناسب مع عدد كروموزومات الجمل ونحن نعلم كل مخلوق له عدد صبغيات أو كروموزومات ثابت دعوني أعد الحروف لنكتشف ترتيب كلمة الجمل ما هو واحد طبعا هذا هو الرسم الأول الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ماني تسع عشر ايداش تنعاش تلتعاش أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبتعاش تمنتعاش طبعا هنا لا يوجد ألف هكذا كتب المصحف 11 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 39 49 40 41 42 43 44 리 وحنا الألف غير موجودة أيضا حسب الرسم الأول 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 سبحان الله كلمة الجنة جاءت موافقة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 دقيق معي الآن أخي الحبيب كلمة الجمل 70, اللام 71, الجيم 72, الميم 73, اللام 74 77, ماذا يمثل هذا العدد؟ هو عدد كروموزومات الجمل سبحان الله يعني انظر معي كيف رتب الله سبحانه وتعالى هذا العدد بشكل دقيق بما يتناسب مع عدد كروموزومات الجمل فجاءت الكلمة في هذا الموضع ليدلنا على أن كل كلمة في القرآن وضعت بدقة متناهية تشهد على صدق قوله تبارك وتعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله الشهيدة صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سنتحدث اليوم عن معجزة كروموزومات الإبل وهو العدد 74 في هذا النص المبارك حيث ذكرت كلمة الإبل صراحة كنا قد تحدثنا بالأمس عن الجمل الجمل هو ابن الناقة أو زوج الناقة هو الذكر ذكر في القرآن في قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياطة عند كلمة الجمل من بداية الآية إلى كلمة الجمل عدد الحروف 74 حرف نفس عدد كروموزومات الإبل طيب هنا طبعا المفسرون الطبر وأبين كثير وغيرهم فسروا الجمل على أنه المخلوق المعروف وليس حبل السفينة حبل السفينة هذا تفسير آخر ولكن التفسير المشهور هو الجمل لصعوبة دخوله في ثقب الإبرة يعني الله ضرب لنا مثلا بمخلوق كبير له سنام وله رقبة طويلة مميز بتصميمه وأصغر شيء وقال إذا دخل هذا الجمل في ثقب الإبرة فإن الكافر الذين كذبوا بآية الله واستكبر عنه يمكن أن يدخل الجنة نوع من اليأس والإحباط لهؤلاء الذين استكبروا عن آيات الله فكان عدد الحروف هناك 74 سبحان الله هنا دعوني أعد حروف هذا النص أنا هنا رقمت الحروف فقط لسرعة البحث نعد الحروف هنا كما في الرسم الأول أفلا أربع حروف ينظرون ستة المجموعة عشرة إلى ثلاثة تلتعاش الإبل واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة تلتعاش وخمسة تمنتعاش وهكذا واحد وعشرين خمسة وعشرين وهكذا نصير السماء كتبت من دون همزة في الرسم الأول بين يدي النبي لم تكن الهمزة طبعا سبعة وثلاثين كيف رفعت وهكذا حتى نصل إلى نهاية المص سوف نجد أربعة وسبعين حرفا أربعة وسبعين حرفا هو عدد كروموزومات ماذا؟ الإبل إذن الله عز وجل عندما أنزل هذا النص المبارك وذكر فيه الإبل جعل عدد كلمات المص أربعة وسبعين نفس كروموزومات الإبل وعندما أنزل الآية التي فيها حتى يلجى الجمل في سم الخياط جعل عدد حرف الآية من بدايتها إلى كلمة جمل أربعة وسبعين قد يسأل سائل لماذا هذا التنوع في المعجزات؟ أيها الأحبة في القرآن الكريم هناك آلاف المعجزات كل معجزة لها صورة مختلفة مثل بصمة اليد سبحان الله لا توجد معجزتان متشابهتان لدينا اليوم تسع مليارات إنسان على وجه الأرض لا يوجد إنسان له بصمة مشابهة للآخر وهذا يزيد من إعجاز الخلق ويزيد من قدرة الله تبارك وتعالى ففي القرآن الكريم نجد العدد نفسه أربعة وسبعين ولكن مرة الله سبحانه وتعالى يعطينا حروف النص كاملا مرة يعطينا حروف من بداية الآية إلى الجمل وهكذا تعدد المعجزات هو دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى مثل بصمة اليد نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله